السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننواصل في التيتوريال على الهيت شابتر 3 ستدي هيت كوندكشن problem 3 شوفيه الهيت لوس ثرو الدبل بان ويندو المرة المادة كان عندنا السنجل المرة هذي عنده دبل بان دبل بان معناه هايش عندنا طبقتين من القلاس مفصولات بطبقة من stagnant space يعني هوا ما يتحرك وبالتالي الانتقار الحرارة من هذه النقطة إلى هذه النقطة عبر هذا الهوا لستاقنانت يتم بطريقة الكوندكشن وليس عن طريق الكونفكشن لأن الكونفكشن فقط إذا كان يتحرك إذا ما كان يتحرك فما فيه عندنا إلا الكوندكشن هذه الگلاس مساحة نفس مساحة الباني اللي شونا المرة الماضية الثكنس تبعها هي أربعة مليمتر المرة الماضية كانت عندنا الثكنس تبع الگلاس لما كانت سنجل كانت ثمانية لا المرة هذي كان نقسمناها على قسمين كل واحدة الثكنس تبعها أربعة الستاقنانت air space هذه الثكنس تبعها عشر مليمتر thermal conductivity تبع الگلاس thermal conductivity تبع المطلوب هنا steady rate of heat transfer through this double pan window cam تقل من الحرارة Q dot هنا the temperature of its inner surface for a day during which the room is maintained at 20 degrees Celsius and the outer which is minus 10 the outer door درجة حرارته هي minus 10 the convection heat transfer H1 قيمتها هنا والH2 كل واحدة نعطينا قيمته ويقول لكم نفس الشيء انه هذي include radiation effect service area نضرب طول في العرض 1.2 meter square هنا لدينا الطبقات لدينا confection لدينا conduction داخل الغلاس conduction لأن air stagnant ما يتحرك وبعدين عندنا هنا conduction وبعدين عندنا convection هنا الخارج ما بين T infinity 1 والT1 فيه resistance 1 بما أنه نسميها R convection 1 H1 معروفة surface area معروفة إذا عرفنا R I R في الداخل R1 هنا داخل هذه الغلاس وداخل هذه الغلاس بما نسمك وعندنا نفس السماكة وعندنا نفس K thermal conductivity إذا وعندنا نفس service area إذا متساويين resistance R1 والresistance R3 متساوي وقيمتهم إليها R convection 2 في Outdoor ما بين T infinity 2 وال R3 نسميها R Out هي 1 over H2 2 لدي هنا على surface area الموجودة إذا R total إيش تساوي R total R convection 1 plus R glass 1 R R1 plus R R اللي موجودة عندنا هنا قلنا لأن R stagnant إذن R glass 2 R3 موجودة عندي هنا وبعدين R O R Confection 2 إذن هذه هي كمية resistance اللي يمر فيها Q dot قلنا 1 كمية الحرارة التي تنتقل عن طريقها التي تنتقل من الداخل إلى الخرج نفس الطريقة قلنا Q dot هذه سنحسبها من outdoor ل indoor ما بين 20 وال ناقص 10 R total هنا إذن كمية الهيت اللي انتقلت هي 69.2 فقط لاحظة المرة الماضية كان كمية أكبر من هذا لما كان عندنا single glass the inner service temperature of the window in this case will be واضح هنا طريقة اللي حسب نا بها ليش لأن Q لأن Q dot اللي موجود عندي هذه نفسها ممكن نقول أن Q dot تساوي T infinity 1 minus T 1 T infinity 1 ناقص هذه يعني اللي يحصل هنا ما بين T infinity 1 و T 1 على R R I أو R convection 1 إذن نجيب R I هنا بنفس طريقة إذن نطلع T 1 قيمتها 14.2 الآن لو بدنا نعمل مقارنة T T هنا 14.2 هي T inner service temperature لاحظ أنه في المثال الماضي كان عندنا single glass single pan وهنا عندنا double layer هنا سمكها 8 مليمتر وهنا كل واحدة سمكها 4 مليمتر لكن فصلتهم بإيش بطبقة من الهواء الراكد يعني stagnant air نفس الظروف لاحظ هنا درجة حرارة للخارج ناقص 10 ناقص 10 في عندي درجة حرارة داخل 20 نفس الشي في عندي ال H للخارج هي نفس ها نفس الظروف لكن بما أنه فصلنا هذه الويندو على قسمين وفصلنا بينهم بطبقة من الهواء الراكد فإيش اللي استفدنا منه المرة الماضية كان T service تساوي ناقص 2 فاصل 2 فما قدرنا نعزل درجة الحرارة التي كانت موجودة هنا ناقص 10 وصلت منها هنا ناقص 2 فاصل 2 أما هنا لا هنا ناقص 10 هذه T service للداخل هنا هي 14 فاصل 2 إذن عزلنا الحرارة بهذا طبقة الهواء اللي حط هنا إذن الهواء الراكد اعتبر عزل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر